بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بالكرام اخواننا المهتمين بشؤون زراعة الخضر والبيوت المحمية اهلا وسهلا بحضراتكم دكتور الطماطم دي المزروعة من خمس ايام فارض طينية بتروى بالغمر يطرى نعمل لها ايه كلام ده هو تقولناه اكتر من مليون مناسبة خلها مليون وواحد مفيش اي مشكلة خالص تمام طماطم اللي حضرتك شايفة قدامك كده هتقعد تسيبها كده هتقعد تسيبها كده يبقى امورك مش هتبقى تمام مش هتقعد تتفرج على النبات ويكفيك انه هو عايش وتمام التمام تبص عليه الصبح وتبص عليه اخر النهار تمام كلام ده ما ينفعش طالما حطيك نبات في الارض يبقى لازم تشتغل خدام للنبات اللي انت زارعه دهوت علشان تطلع بينه بالنتيجة هتعمل فيه عظم على عظم وتستكبر على النبات ومش هتشتغل خدام تحته انسى انك انت تاخد منه اي حاجة خالص طيب طماطم اللي قدام حضرتك ده هي تشايف يا مؤمن لسه بصمة الاصابع بص في الصورة اليمين بصمة اصابع الانسان اللي زرع الشتالات الطماطم ده هيت لسه متسابة زي ما هي طيب نعمل ايه في الحالة ده هيت اول حاجة يا معلم تعمل عملية خربشة سريعة بالآلة اللي قلت لك عليها اي خربشة بمنقرة بعواءة بيسموها اي حاجة ان كانت المهم تعمل لي خربشة سريعة جنب النبات دهوت طالما استقر الشتل عندك تمام وكسب الكاسبون وخسر الخاسرون هتعمل يعني ايه كسب الكاسبون وخسر الخاسرون يعني النبات اللي اشتغل اشتغل واللي سقط منك وما نجحش في عملية الشتل هتحط بداله بس قبل ما تحط بداله هتخربشلين الارض دي خربشة كويسة ليه خربشة كويسة زي ما قلت لك لو بصيت على النبات اللي على ناحية اليمين دهوت هتتلاقي بصمة الاصابع بتاع الراجل اللي زرع لسه موجودة فده معنى كده انه هو كابس على النبات كابس على الجدر ففيش تبادل غازات كويس ولا فيش تنفس تبادل غاز كويس ولا فيش تنفس كويس للجدر يبقى لازم نعمل عملية خربشة عشان الجدر ايه يشم الهوى شوية ويبدأ يشتغل معانا تمام ما ترويش المهم تخربش شوية تمام وامورك طيبة هتخربش النبات دهو خربشة كويسة بعد ما تخربش تتم عملية الخربشة هتدخل بأحماض أمنية حرة تدخل بأحماض أمنية حرة ولو قدرت تدي يوم ويوم ترشها طبعا هي ما تكلفش حاجة ملاليم لو مهما جبت لها مركب عالي في السعر بتاعه لان الفدان مش هاخد اكتر من 150 ولا 100 لتر مية تمام اعتى المبيد تمام واغلى مبيد مش هيكلفك كتير فتجيب مبيد حشرة كويس مع أحماض أمنية حرة وتم منك رايح جايت روش رايح جايت روش رايح جايت روش ما تكسلش وتقعد على المصطبة وتسأل حاج فلان وحاج علان والحاج زرع تماطم وزرع تماطم والحاجات اللي بتحصل في الريف دي أساساً ما لهاش لازم دخل ببيوت تمام اصحر نفسك واقعد فقارك وحاول تشوف شغلك وتشوف حالك ورزقك ورزق عيالك كويس أما هتسيبها انسى زين والله ما انت وقت حاجة تمام فزي ما قلنا خربش كويس بعد كده هتبدأ حضرتك تجيب الأحماض الأمنية الحرة بنقول للمرة المليون مع مبيد حشرة محترم بيروس ريدي لمبادة صيبة ميسرين تجيب وترش لك رشة محترمة علشان لو فيه هموشة فيه زبابة بيضة فيه طبعا مش هتفضل على المبيدة انت هتجيبهم بيضات غالية طبعا تمام عشان تعمل لها برنامج وبرنامج ذكرناها مئة مرة على بنورة مزرعية تمام يا معلم وبعد ما تعمل الحركة ده هي فيه طبعا انت لو حاطت الخدمة بتاعتك تحت النبات وخدم الأرض كويس وما اظنش يعني خلاص كده لو مش خدم الأرض كويس هتجيب لك شوية سوبر فوسفات ومع شوية سمات كتكوت وهتحط جنب النبات جنب النبات يعني على الخط نفسه تمام مش فوق لا في الجنب بتاع الخط في جنب الخط هتسرسب وهتجيب الخط عندك هوات هتجيب عليه من من الناحية التانية تجيب من الناحية المصطبة اللي قدامها هتجيب منها وتحط جنب النبات لحد ما يفضل النبات عندك في النص تمام مع كل العملية دي هتأزق الأرض دي عزقة كويسة جنب النبات مليمين لليسار عميقة عميقة بس الخربشة تكون دلوقت عشان النبات يبدأ ايه يشتغل تمام دا دا كده عملية الترقية اي حاجة سقطت تلحق تحط غيرها وان شاء الله امورك تكون كويسة وتكون تمام وتطلع بنتيجة كويسة شكرا لحضراتكم والسلام عليكم ورحمة الله الله تعالى وبركاته